موسيقى هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع رديد ريدمشن طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن إيش اخترع هذا العالم المجنون ورح نبحث فيله أكثر وأكثر وأكثر ورح نفصل فيله بشكل كبير جدا فتعالوا سويا نبدأ المقطع أولا هذه المهمة صراحة مهمة جدا جدا ممتعة وقصتها شيقة عشان تبدأ هذه المهمة لازم تكون في الشابتر الرابع وهذه المهمة هي أحد مهمات السترينجرز البيضة وهذه المهمة رح تكون في مدينة الساندينيس طبعا رح تبدأ المهمة لما تيجي عند هذا العالم أو البروفيسور ولما تجي رح يدور بينكم حوار تعالوا نسمع سويا أعرف أكثر من المهمة من المهمة؟ أرجو اعرف أكثر من المهمة من المهمة من المهمة من المهمة من المهمة من مساوين المونشاين او الويسكي ارثر قال ما في الا شخص واحد رح يوفر لي هذه الكمية الكبيرة الا وهو راعل بوست اوفيس اللي في مدينة رودز وفعلا هذا الشخص لما تروح له رح يساعدك ويقول لك مكان عربة مليانة بالمونشاين طبعا الان كل اللي عليك انك تروح للمكان اللي قل لك عليه وبعدها تسرق العربة المليانة بالمونشاين ولما تسرقها رح ترجعها للبروفيسور ولما ترجعها رح يدور حوار اخر بينك وبين البروفيسور المجنون هذا ترجعه للمشاينة بالمونشاين ترجعه للمشاينة ترجعه للمشاينة بالمونشاين ترجعه للمشاينة بالمونشاينة الأمر المغلق سوى. ما في حالة؟ المغلق سوى بلدخولده. ومهتم برمكتان وسيلة إلى المدينة. نعم تحقيق بحرق سيئ. أحبت في حالة. إنه في صبيبتي. المغلق سيحتاج إلى منافصل. في حالة أحدث. هل تعرف المدينة المدينة؟ أكثر من أي شخص؟ طبعا زي ما سمعته اسم هذا البروفيسور هو اندرو بيل الثالث واندرو بيل الثالث قاعد يصنع كرسي كهربائي للاعدام والعقاب طبعا بعدها رح يطلب منك انك تروح لمكتب الشرطة في مدينة السان دينيس وتقنع الشيرف انه يسمح للبروفيسور باعدام احد المجرمين علنا امام اعين الكل باستخدام الكرسي الكهربائي ولما تروح لمكتب الشرطة في السان دينيس وتتكلم مع الشيرف رح يدور حوار بينكم تعالوا نسمع سويا ما يمكنني أن أفعله لك؟ أحسنًا أنا أعرف المنظر من المنظر من المنظرات المنظرية ومع الكبير المنظر ومع يريد أن يتمكن من المنظرات هنا أحسنًا معاً من المنظرات أخبرك ما أعطيك سأعطيك ولكنه سيكون سعطيك مدينة دون مدين طبعا زي ما شفته الشيرف وافق وأخذنا منه التصريح الرسمي لكن الشيرف شرط أنك تقبض على مجرم عشان تعدمه بالكرسي الكهربائي طبعا الآن رح ترجع للبروفيسور مرة أخرى ورح يقول لك مين المجرم اللي تمسكه عشان نعدمه في الكرسي الكهربائي طبعا زي ما شفته الشخص اللي لازم نمسكه هو ويلسون جاي ميك دانيلز طبعا هو شخص على راسه 95 دولار كمكافأة وأيضا هذا الشخص كان متهم بالقتل وأيضا مهتم بالزواج من النساء اللي متزوجين وأيضا متهم بالاستخدام السيء للحيوانات طيب خلوني أوضح لكم كيف كان يستخدم الحيوانات بشكل سيء يعني كان يستغلهم بشكل سلبي وبشكل مفرط عشان هذه الحيوانات تنتج له منتج معين خلوني أعطيكم مثال عشان توضح لكم أكثر وأكثر وأكثر مثلا كان يأخذ البقر ويحبسها في غرفة صغيرة جدا وما يعتني فيها وما يعطيها أكل أبدا فقط فقط كان يستخدمها عشان تنتج له حليب فصراحة هذا الشخص كان جدا جدا قذر وجدا سيء ويستاهل إنه يموت ويكون فار تجارب للاعدام بالكرسي الكهربائي طبعا لما تروح لمكان ميك دانيلز وتمسكه بنجاح رح يدور حوار بينك وبين هذا المجرم ورح يكون حوار صراحة ممتع وشيق تعالوا نسمع سويا هذا ليس أمريكا نحن لاحقا نحن لاحقا لا يستطيع أن نعطي نحن نحن لاحقا كل ما فعله كان يبدو مثل سعر بحضر تعلم أنك لم تذهب إلى المنزل لم تذهب إلى المنزل أيضا ماذا بك 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 بك؟ لديك اشخاص نعيش لديك مجموعة بك بك تتكلم لن تتعيش بك بسرعة نحن لا هذا سيكون مهما في المترجمات الحديث ماذا بك 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 هذا الفتر اندرو بل III أعتقد أنه قد يقوله هو مكتب وضعه ويجب أن يكون مكتبه ولكن لدي لأسفل على حالة عمله ما هذا المعرفة يجب أن تفعله بأي شيء؟ بأنه يريد أن تحاول هذا مجرد الكبير لك لك تبعين لا نعم سوف يجب أن تتحقق ويجب أن تحاول ويجب أن تحاول مجرد الكبير طبعا زي ما شفتو ارثر كان يتونس ويضحك على هذا المجرم يعني كان يقول له ترى راح يعدمونك بالكرسي الكهربائي وانك ترى راح تنحرق وجلدك راح ينحرق بشكل كبير جدا وكان يخوف بعبارات اخرى وفعلا ترى المجرم كان خايف زي ما شفنا في الحوار طبعا لما تقرب من مكان البروفيسور راح يدور حوار اخر بينك وبين المجرم والبروفيسور تعالوا نسمع سويا هنا تحرق وقت مورده كينه تم رائع فقط رائع دي اين اي اميك؟ افعالى؟ افعالى؟ اه كنه تحديده طبعا اه اولا امراك تدرى اخي بادراء الدلمي فيديه مستهولي تكون لديك ممهات لك اتمنى آخر احنا افعالى اعرفنا نعطينا انا نعطينا alımعطينا الانفسر يفضل للشرح طبعا زي ما شفتوا البروفيسور رح يقول لك تعال بعد 24 ساعة عشان تحضر الاعدام بالكرسي الكهربائي وفعلا بعد 24 ساعة رح تحصل الناس منتظرة ومتجمعين عشان يعدمون هذا المجرم بالكرسي الكهربائي فتعالوا نحضر الاعدام سويا صلي بوابقي احبا لصحة نحضر الاعدام بالكتابة والجلس و وجلنا المترجم للهاشة احبا حقا شكراً لقد حصل للصوت جداً جداً سيارة حيث قد يكون محاولاً ولكن سيارة 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 تنتقل على القتاب وهو قليلا! شكرا! سُمَوَدِي سُُرْ نِذْهَي! أنت تكون لديهم ايضاً لما لي أنا من أعتقد أنه لديه من طبعا زي ما شفته أبدا أبدا الكرسي الكهربائي ما كان طريقة إعدام إنسانية وأبدا أبدا ما كانت طريقة إعدام سريعة وغير مؤلمة زي ما وصفها هذا البروفيسور المجنون أيضا زي ما شفنا الاختراع قتل البروفيسور وأيضا قتل المجرم طبعا مشروع البروفيسور أبدا ما نجح يعني كانت فكرة إنه يخترع طريقة إعدام يعني إنسانية وغير مؤلمة وتكون سريعة وتكون يعني أفضل من الشنق لكن البروفيسور أبدا ما نجح في هذا الشي بل إنه كان الكرسي الكهربائي جدا مؤلم وأيضا ماهو سريع وأبدا ماهو إنساني زي ما شفنا فالبروفيسور فشل في هذا المشروع طيب زي ما قلنا سابقا للبروفيسور دراجيتش اللي صنع آلي رح نرجع ونقوله للبروفيسور أندرو ذي ثير يا صديقي البروفيسور إنك تصنع آلة بهذا الحجم في هذه الفترة الزمنية القديمة فأكيد أكيد الآلة رح يكون فيها أغلاط ومشاكل لأن ذيك الفترة الزمنية ما كانت فيه معلومات دقيقة ومعلومات قيمة وأنا أتوقع أحد هذه الأغلاط أو هذه المشاكل أودت بحياة البروفيسور وقتلته زي ما شفنا فيا صديقي البروفيسور أندرو بيل ذي ثيرت إنك تصنع آلة بهذا الحجم شيء كبير وشيء عظيم لكن إنك ما تكون دقيق في معلوماتك فهذا رح يكون مشكلة كبيرة جدا لك وممكن تقتلك وزي ما شفنا فعلا كانت معلوماته غير دقيقة وكان متسرع في العمل وهذا الشيء قتله زي ما شفنا سويا طيب شاركونا في خانة التعليقات آراءكم عن هذا الموضوع أو هذه التجربة وأيضا شاركونا في خانة التعليقات مين تحسون إن ظلم في هذه التجربة هل هو البروفيسور أو المجرم طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة